يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على سراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما مما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القو على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في عناقهم مغلانا فهي إلى الأذقان فهم نقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبسرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكرى وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القنية إذ جاء أهل مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتخوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائمكم معكم أَإِنْ ذُكِلْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُصْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْسَى الْمَدِينَةِ الْرَجُلُ يَسْعَى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أَأَتَّقِذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمَانُ بِظُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتَهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ إِنِّي إِذَا لَّفِي ظُلَالٍ مُّبِينَ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ قيل ادخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما قفرني ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جن من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسنة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَحْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِنْ قُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مَحْذَرُونَ وآيَطٌ لَهُمَ الْأَرْضُ الْمَيْتَةِ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَاجْعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَقِيلٍ وَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما ثمثوا الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ من حنحان فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازلا حتى عاد كالقرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك الكمن ولا الليل صابق النحار وكل في فلق يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشع نغرقهم فلا صريق لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتعموا من لو يشاء الله أتعمى إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تعقدهم وهم يخصمون فلا يستطعونا توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخا في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من منقرنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا مخذرون فاليوم لا تظلموا نص شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم شغل فاكيون هم وأزواجهم في ذلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أأحد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراطا مستقيم ولقد أظلى منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدوا أعجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراطا فأنا يبسنون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مذيا ولا يرجعون ومنع مرخون نكسه في الخلق أفلا يعقنون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا قلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينسرون لا يستطعون نصرهم وخم لهم جند محذرون فلا يحذنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خسيم مبين وضرب لنا مثلا ونسيا خلقا قال من يحيي العذام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخذر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ وَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سَلَوَاتِ سَلَوَاتِ